تستعد مملكة البحرين للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وهذلك استعدادا لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني هذا ويحرص برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للصحة إلى تطوير الخدمات الصحية وتوفير أفضلها لجميع فئات المجتمع في مملكة البحرين فضلا عن تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لتوفير منظمة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة جاء برنامج الضمان الصحي نتاج جهد حكومي الذي حرص على تحقيق صور شاملة ومتكاملة من التغطية الصحية التي تستهدف جميع فئات المجتمع في مملكة البحرين حيث سيوفر منظمة صحية تتسم بالعدالة والتنافسية والاستدامة وقد جاء برنامج الضمان الصحي عبر نافذة نص تشريعي كمشروع قانون كان قد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مرفقا بالمرسوم الملكي رقم 87 لعام 2016 وعرضت بنوده المقدمة من قبل الحكومة على السلطة التشريعية ومن ثم أجريت التعديلات اللازمة لأكون قانون عصري يهدف لتطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين ويركز برنامج الضمان الصحي الذي يشرف عليه المجلس لعلى للصحة على تعزيز جودة العلاج الصحي الذي يتلقاه المواطن والمقيم في مملكة البحرين وتشمل تلك النتائج حرية الاختيار والاستدامة المالية والجودة العالية ويسعى هذا البرنامج إلى حسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام فضلا عن تطوير نظام الحوكم والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة ويندرج برنامج الضمان الصحي ضمن مشاريع التطوير الشامل للقطاع الرعاية الصحية التي تأتي في مقدمتها الخطط الوطنية للصحة 2016-2025 ومن المزمع البدء في تطبيق الضمان الصحي على الأجانب في الربع الثاني من العام الجاري بينما سيتم تطبيق النظام على البحرينيين بداية العام المقبل ترجمة نانسي قنقر